خلينا نقولي أنه مثلا لقرار مجلس الإدارة بالتحقيق قدام لجنة التحقيق الدكتور محمد عبدالله ريس لجنة التحقيق بيونها بناء على تعليمات النقيب مصفى كامل ورجعت موجود في العالمين عنده مجموعة حفالات في العالمين كان متواصل معنا فيديو كول يعني حضر التحقيق عبر الإنترنت معنا حفظنا التحقيق للنتائج تم حفظ التحقيق بعد قبول الاعتذار بعد الاعتذار صراحة للشعب التونسي الشعب التونسي والشعب المصري شعبين متلاحمين شقيقين أواصر صلة قديمة كبيرة مش هنقبل أي تجاوز في حق أي شعب عربي مش الشعب التونسي بس مثل حسن شاكوش للتعليمات والقرارات واعتذر صراحة يعني اعتذر الأول وبعد كده الاعتذار لأنه النقيب مصفى كامل قال لأت اعتذر صراحة مباشر للشعب التونسي وتم بالفعل قدام لجنة التحقيق وبعد الكاميرات نقلت ده انه اعتذر صراحة للتوانسة الأشقاء وتم حفظ التحقيق بناء على الاعتذار المباشر وقبول الجانب الآخر شعب التونسي الشقيق هذا الاعتذار مع عدم التنبيه على عدم تجاوز مرة تانية أو حدوث مثل هذه الأفعال مرة تانية وبناء عليه الملف تقفل والأمور لطبيعتها احنا وتونس شعبين شققين احنا وتونس وجهين لعملة واحدة ونقدرش ابدا ونرضى زي ما النقابة عارفة متى تحنوا على أعضائها عارفة متى تقف عند التجاوز أو التجاوزات لعطاء الحقوق كده خلاص الإقافة رفع عنه آه تم حفظ التحقيق تم حفظ التحقيق القرار باللجنة التحقيقات الدكتور محمد عبدالله عضو مجلس دارة رئيس لمي التحقيقات قرر حفظ التحقيق بناء طبعا زي ما قلت لحضرتك على توجيهات الفنان مصافة كامل نقيب المياه الموسيقية بعد الاعتذار المباشر اللي قدمه حسن شاكوش هل كان فيه توقع حقوب عليهم طبعا طبعا اللجنة التحقيقات هو ما تترق لكن اللي هو مثل لكل التعليمات والموضوع خلص يعني طيب بالنسبة لألحظ موقعات السرقة اللي تعودت لهذه المقابة اللي جدت فيها لا السل ده موضوع خلينا مع حسن شاكوش ده موضوع تاني يعني هو عبارة عن مضبطة مجلس الإدارة بتاعت الجلسات والمضبطة دي فقدت ضاعت سريقات تاخدت من النقابة وبعد كده الموضوع قيد التحقيقات يعني الموضوع يعني إداري بلين من فن المصافة كامل قاله موجود حد أجازة مخطوحة من النقابة علشان يقدر مصر فن المصافة كامل لازم تنظره الراجل بيعوم في محيط يعني راجل ويرس إرس يعني بعد النجاحات الكبيرة اللي قدمها والفلوس والوداع الضخمة اللي تخطط أرقام فلاكية ما كانش حد بالموسيقين ممكن يحلم أو يطمع أن نوصل لحالة الرقاء الاقتصادي دي والخدمات الكبيرة دي لقي حاجات زي كده عملت له هو بقى في الآخر إنسان يعني عملت له حاجة من يعني سدت نفس بالبلدي كده يعني فعنده كل الحق طبعا ولكن في الآخر لو مصافة كامل الموسيقين هيسبوه ولا هو هيقدر يسبوه الموسيقين احنا وإنا وإعلننا أن محمد فؤاد هو برضو قيد التحقيقات ولكن الفنان محمد فؤاد أحد الرموز والقامات الكبيرة اللي بنتبهى بيها على أبناء العموة في شرق أوسط وعضو جماعية عمومية عضو عامل طبعا ليه كل الحقوق وكل الالتزام من النقابة تجاه والنقابة أعلنت والفنان مصافة كامل أعلن أنه هو قلبا وقالبا متضامن مع الفنان محمد فؤاد ويوجه فعلا شؤون القانونية لمتابعة الموضوع مع محمد فؤاد والموضوع ماشي قايد التحقيقات ومنعنا أي حد يتدخل ويتكلم باسم النقابة أو يتكلم باسم حتى الفنان محمد فؤاد تلع قال أنا محدش كلم ولا يزايد والموضوع قايد التحقيق فأحسن نسيبه في المصاري الطبيعي القانون فوق الكل يعني ترجمة نانسي قنقر